وبسالة دائماً أوقفت مصالح الأمن الإقليمي مساء مساء الـ 213 شخصاً راشداً وتسعة قاصرين وذلك بعدما رفضوا الامتثال لتدابير الطوارئ الصحية التي اعتمدتها السلطات العامة للوقاية والتصدي من انتشار وباء كورونا المستشلت بلغ للمديرية العامة للأمن الوطني ذكر أنه جرى توقيف المعنيين بالأمر بشارع العام بدون التوفر على الرخص الاستثنائية للخروج كما تم ضبط العديد منهم في ساعات متأخرة من الليل بدون مبرر مشروع وذلك رغم عمليات التوجيه والإرشاد التي بشرت السلطات العمومية لتوطيد تدابير الوقاية والحماية لمنع تفشي الوباء وتبع المصدر أنه تم الاحتفاظ بالمشبه فيهم الراشدين تحت تدبير الحراسة النظرية بينما تم الاحتفاظ بالقاصرين رهن المراقبة وذلك بعدما تم اتخذ كافة تدابير الوقاية للعزل سواء خلال عملية النقل أو الإيداع والبحث الذي يجرى تحت إشرف النيابة العامة المختصة